نروح بقى لكواليس قرار تعيين الكابتن محمد رمضان مديراً رياضياً للنادي الأهلي تعال نروح يلا بينا مش موجودة معنا هنا؟ طيب بص القرار تم اتخاذه خلال اليومين الماضيين حيث قبلك الكابتن محمود الخطيب محمد رمضان بالأمر في جلسة خاصة قبل اجتماع اليوم الكابتن الخطيب تواصل مع مارس الكولر المدير الفني واتفق معاه على الأمر لإنقاذ الموسم في بدايته على الصعيد الإداري ولفريق كرة القدم كابتن محمود الخطيب أكد لكولر أن رؤية إدارة النادي والانية التخطيط كانت وراء اختيار محمد رمضان لهذا المنصب عشان يحكم سيطرته على زمام الأمور داخل غرفة الملابس محمد رمضان هيتواجب بشكل طبيعي على مقاعد البتلاء رفقة الجهاز الفني حتى هذه اللحظات هيكون كمان متحدث رسمي باسم الجهاز الفني يعني هو اللي هيتكلم بس كابتن سامي أمصان استقبل الأمر بشكل جيد جدا خاصة لو أنه كان عنده ضغوطات كبيرة جدا بسبب صعوبة المهمة بجانب عمله كمدير أو كمدرب عام وده كان عامله بعض الإرهاق جدا الفترة اللي فاتت بس هو ما كانش عايز يعترض على الأمر هو كان قايل قريدي كابتن سامي أمصان المقربين منه منذ بداية تواليه هذا المنصب أنه مش قادر يجمع بين المنصبين خاصة أنه المنصب التاني هو عمل إداري وهم بيحبش العمل إداري هو فقط يحب العمل الفني دي الحكاية في نقط في نقط مارس الكولر وجود محمد رمضان مديرا رياضيا أو مدير للكورة أو أي شكل دي حاجة مش هيبقى مرحب بيها أو شي هتقول لي أنت ليعمل أزمة لا هي مش أزمة هو ده كان الاتفاق أنتو فاكريني اديلي اللي اتعمل هنمشي الجوادي المترجم بتاعك طب مشهولي خالد بيبو إداري قايت له هنمشي الجوادي قال لهم طب همشي خالد بيبو فالتنمشوا خالد جوادي وخالد بيبو ده كان الاتفاق فدلوقتي الاتفاق إيه؟ غير جبنا لك مدير رياضي مش مدير كورة أنت قلت مش عايز مدير كورة فجبت لك مدير رياضي طيب هل بقى مارس الكولر هيقبل أن محمد رمضاني يبقى موجود معه عدكة هنشوف الأيام اللي جاية لو سألتني لو سألتني لازم يقبل لازم يقبل حتى لو ما بيشوفش ده في بلاده وبره هنا الوضع مختلف لمصلحة مارس الكولر لمصلحة الفرقة أن محمد رمضاني يبقى موجود عدكة عادي ويبقى موجود جواه الفرقة وفقط اللبس وكل التفاصيل دي مش موجود من بعيد فأعتقد هيقبل يبقى محمد رمضان في النهاية يعني هيقبل أنه يبقى موجود عدكة ترجمة نانسي قنقر